الوكالة العقارية الوكالة العقارية هي وكالة حال حال أي وكالة أخرى الشخص بدلها مثلا يبيع بيتي يقدم وكالة العقارية إلى الشخص المشتري فيكون الشخص المشتري لها الحرية في التصرف في هذا العقار طبعا الدكتور عبد العزيز على خير مثل ما قلت لك وهو من ناس المشتهدين جدا ومتصدين للقضية الإسكانية كان عنده حرص بأن ما يصير هذه الوكالة العقارية تستقل من التجار يعني يكتاجر يشتري لك 20 بيت بوكالة العقارية ونحن لازم نحد من هذا الأمر فوحدة من الحلول بأن يكون منع للوكالة العقارية أنا ما أتفق لأن اليوم عدد الوكالات العقارية الموجودة بالقطاع السكني حسب علمي لا تتجاوز الـ 4700 وكالة العقارية وقتالي إذا لقيت اليوم ما رح تحلو مشكلة بعدين الـ 4700 وكالة العقارية ممعنات الـ 4700 شخص شارع عن طريق الوكالة العقارية لإستقلالها من الناحية الاستثمارية بأن البيت هذا يحوله إلى شغق سكني هناك ناس خذوها وكالة العقارية لظروفها وإسباب أتاحها للقانون موضوع الوكالة العقارية وأنا أقول اليوم عندما نتكلم عن موضوع الوكالة العقارية أنا أقول لك ما رح تضر لكن ترى ما رح تفيد ما رح تحلك المشكلة ما رح تعالج لك الأمر إلغي الوكالة العقارية ترى نفس قانون 8 و 9 و 208 ونفس لما نكتب تضرب ضريبة على الأراضي الفضاء ونفس موضوع منع الغطاء الخاص ونفس موضوع نكتب تزيد تعرف ما منها فايدة أنت اليوم فكر على الإطار الكبير لا تفكر على الإطار الصغير هذه إحنا وجهة نظرنا لكن إلغاءها لا رح تزيد ولا رح تنقص ترجمة نانسي قنقر